بيبدأ الفيلم بعد الحرب سنة 1969 تلقت فرقة امريكية اوامر بتأمين قرية ضد القوات الفتنامية الشمالية بيظهر جوندي ديفرو وهو تحت المطر وهو بيدور على اعضاء الفريق بينصدم ديفرو لما بيلاقي اعضاء فريقه ومجموعة من القرويين ميتين والغريب انه بيلاقي ودنهم مقطوعة بيدخل ديفرو وهو منزعج من اللي شافه وهو المنزل اللي اكتشف مفاجأة وهي انه زميله القريب سكوت تجنن وهو اللي قتل الجميع ولقاه لابس سلسلة وحاطط فيها الودان اللي اتقطعت ولقاه حاجة اثنين كرهائم حاول ديفرو انه يتفاهم مع سكوت ويعرفه ان الحرب انتهت لكن الغريب ان سكوت بيغضب وبيطلق النار على الولاد وبيقمر ديفرو انه يضرب الفتاة بالرصاص علشان يثبت ولاقه بيرفض ديفرو قتل الفتاة وبيقوم سكوت علشان يقتل البنت بنفسه ديفرو بيوقع السلاح من سكوت وبيضربه وبيقمر البنت انها تهرب وبتجري بيجري ديفرو والبنت علشان يساعدها تهرب البنت تهرب وبيجري ديفرو والبنت علشان يساعدها تهرب لكن سكوت يضرب ديفرو بالرصاص ويقدر يصيبه وبعدين بيرمقهم بله على البنت وبيقتلها بيقرر ديفرو محاربة سكوت وبيطلق الرصاص على سكوت اللي في نفس الوقت بيطلق الرصاص على ديفرو وبينتهي بينهم الامر ميتين هما الاتنين وفي صباح اليوم الثاني جات القوات الخاصة الأمريكية وأمر القائد بوضع جسد في الجليد وإن ما فيش حد يتكلم ولا يقول حقيقة اللي حصل لأي شخص وبعد سنين كتير سنة 1962 استولوا الارهابيين على سد هوفر في ولاية نيفادا وقاموا بقتل أشخاص كتير من المدنيين وكان جسد المدنيين القتلى متناسرة على الطرق بسبب الارهابيين وتم قتل جميع ضباط الشرطة اللي حاولوا التدخل وكمان تم أخذ أشخاص من المدنيين كرهائل من قبل الارهابيين وأصروا الارهابيين على مطالبهم جات الأوامر من قبل الشرطة بعدم التدخل لأن الجيش أرسل وحدة من الجنود العالميين وهي وحدة من أفضل النخب لمكافحة الارهاب وكان من ضمن الجنود ديفر وسكوت وكان يطلق عليهم اسم جي آر 13 وجي آر 44 الغريب بأنهم هم دول ديفر وسكوت اللي ماتوا في أول الفيلم لكن العلماء قاموا بإحياؤهم من جديد ومحدش فاكر حياته الأديمة علشان تم محو زاكرتهم وبيتصرفوا مثل الروبوتات بيقوموا بتنفيذ الأوامر بدون أي مشاعر أو اعتراض كان في تجمع من قبل الصحفيين لتغطية القضية وبتظهر الصحفي الإخبارية فورونيكا لتغطية الحدث وعشان كانت دائما بتتأخر اتأخرت كمان وجد بعض الصحفيين كلهم فتم ترضها من العمل بيظهر الجنود وهم بيقفزوا في الماء وبتسلغوا السد عشان يتسللوا ويدخلوا من غير محد يشوفهم ديفر وسكوت بيقتلوا مجموعة الحراسة من الإرهابيين ديفر وسكوت مستمرين في قتل أي شخص بيشوفوا من الإرهابيين وهنا الإرهابيين شافوا واحد من الجنود وأطلقوا عليه النار وفجأة تحرك الجدي إلى ضرب اللي اتضرب بالنار وبدأ يطلق النار على الإرهابيين كأن الرصاص ما أثرش به وهنا وصلوا ديفر وسكوت وخلصوا على بقى الإرهابيين لكن ديفر لما شاف الرهائن بدأ يسترجع ذكريات من الماضي وخصوصا اللي حدث فيه فيتنام بس ديفر وسكوت علشان افتكره افتكره هو كمان وافتكر أن المسؤول على عط الأشخاص فيه فيتنام اللي افتكره خلاه يتجمد بكانه وما يسمعش كلام الراديو اللي العلماء بيتحكموا به من الخارج المسؤول عن المشروع مع الصحفيين ما بيدهمش تفاصيل صريحة علشان كده كان فضول فورونيكا إنها تعرف الحقيقة وتتبعه علشان تعرف ترجع نفسها للصحيفة علشان تعرف ترجع شغلها وبنيجي المركز القيادة وهم بيكشفوا على الجنود واكتشفوا إنه عندهم قدرات شفاء معززة وقوة فائقة لكن اكتشفوا إنهم عندهم بعض الأشياء اللي مش بيعرفوا يتحكموا بيها علشان كده بيدوهم مصلة عشان تفضل عقولهم تحت السيطرة وما يخلهمش يفتكروا أي حاجة حصلت بالماضي بيحاول الفريق الفني معرف السبب تجمد ديفرو وهم بيسألوه حكى لهم كل حاجة حصلت في فيتنام وسكوت كان سامع بيقول العلماء إنه من الأفضل إزالة سكوت وديفرو من الفريق علشان يعرفوا حللوهم ويختبروهم بشكل أكبر لكن القائد بيري قال إنه هي دي حاجة مواقعتها وإنه هيتم إزالة الزاكرة باستخدام المصل مرة تانية بتظهر فورونيكا خارج مركز القيادة وهي بتسلق الكاميرا بتاعتها علشان تصور اللي تشوفه لما دخلت فتحة صندوق لما دخلت فتحة صندوق عشوائي واصدمت من اللي شافته شافت جندي جريح في البداية افتكرت إنه ميت قعدت تلتقط صور وفجأة قام من مكانه وصيبت فورونيكا من الصدمة واطلق النار عليها عن طريق الخطأ جريت فورونيكا وركبت العربية مع المصور والجنود بيجروا وراها علشان إبضوا عليهم وده تسبب في تحطيم العربية وخلاها تتقلب بيهم الجنود وسكوت وديفر أخرجوا فورونيكا والمصور وبأمرهم بيري إنه ياخدوا الكاميرا ويرجعوا للقاعدة لكن سكوت ماسمعش الأوامر واطلق النار على المصور ودخل ديفر ويرجع بذكرياته باللي حصل في فيتنام ديفرو بيدرب سكوتها علشان يمنعه من قتل فورونيكا وخدها معاه في عربية عسكرية سكوت بيطلق النار على ديفر وفورونكا بيري بيؤمر ديفرو أن يوقف صوت بيري بالجهاز جعل ديفرو يرجع لوضع الجندي مرة تانية لكن فورونيكا بتفكر بتفكر وبتشيل السماعة اللي بتحكم بيها بيري والحركة دي خلت ديفرو يفكر مرة تانية وياخد العربية ويهرب من سكوت والقاعدة سكوت بيصف ديفرو بالخائن زي ما خانوا فيتنام وده بيوضح أن سكوت بدأت ذكرياته ترجع له زي ديفرو القادة أخدوا سكوت علشان يعرفوا إيه اللي بيحصل وإيه هو اللي خلاهم يفتكروا وخلاهم يفكروا في إلغاء مشروع الجنود بالكامل علشان حسين أنهم في حاجة مش طبيعية بسبب إرجاع ذكرياتهم وأنهم قتلوا شخص بريء لكن بيري بيرفض إلغاء المشروع ويقول وبعلن أنه هيلاء حد ديفرو وفورونيكا قبل كشف الحقيقة فورونيكا بتلاحظ أن ديفرو مصاب برصاصة وأن ديفرو كوى الجرح بولاعة السجاير البنزيم بيخلص من العربية ودخل ديفرو يزقها لحد أغرب بنزيمة ولسوء حظهم بيلقوا ما فيش وقود في المحطة وأن الهاتف العمومي بيكون معطل وفورونيكا مش بتعرف تتصل بحد فقرروا يعودوا في غرفة بالمحطة وفي نفس الوقت بيصل الجنود للمنطقة وسكوت بيدرب خطوط الهاتف بالرصاص فورونيكا بتشغل التلفزيون وبتصدم أنها متورطة في مقتل زميلها المصور فتحاول تستخدم الهاتف بس بيكون لسا متعطر ديفرو بيقلع هدوم ويوقف قدام التكييف في اللحظة ديه بتحاول فورونيكا الهرب لكن قبل ما تهرب لاحظت أن ديفرو تعبان فبتشوفه لقيت حرارته عالية قررت تساعد ووضعته جوا بنيه وجاب التلج علشان جسمه يبرد والتلج ده والتلج خلى ديفرو جسمه يتعافى نزلت فورونيكا إلى مكتب الاستقبال علشان تسأل عن الهاتف ومخدتش بالها أن القوات في المكان التلفزيون كان شغال وديفرو فهم من التلفزيون أن الحرب انتهت من فترة في اللحظة ديه الجنود بيطلقوا النار عليهم لكن ديفرو بيدفع فورونيكا للأسفل في الوقت المناسب ديفرو بيحطم الحيطة والنزلاء كانوا مرعوبين ديفرو بيوضع خطة أنه يستخبع عند حد من المدنيين وأخذ مفاتيح سيارتهم للهرب القوات الخاصة شفوهم وهم بيجروا وأطلقوا النار عليهم لكن بيتمكن ديفرو أنه يهرب بدأت فورونيكا تسأل عن ديفرو في ديفرو لكن هو مش فاكر أي حاجة وقف العربية عشان يقرر هيعمل ايه ديفرو قرر أنه يعرف الحقيقة وهيه اللي حصل بالزبط وصل ديفرو إلى محطة وغود تانية ديفرو ألع هدوم وبيسأل فورونيكا أنها تفحص جسمه علشان تكشف أي جهاز تتبه موجود في جسمه بدأت فورونيكا تتفحص جسمه وهي بتشعر بالحرج عصرت فورونيكا على جهاز التعقب موجود في رجل ديفرو بدأت فورونيكا تخرج جهاز التعقب وهي خايفة لكن القوات بتوصل مرة تانية عندهم بس اللي ما يعرفوهش أن ديفرو عامل فخ بجهاز التعقب وبدأوا يطلقوا النار عليهم على أمل أنهم في الداخل بدأ الزيت اشتعل من النيران وفجأ المكان بالكامل وفجر المكان بالكامل حاول الفنيون اطفاء النيران من على جنودهم وتمكن ديفرو وفورونيكا وصاحب محطة الوقود من الهرب لكن ديفرو يقرر يرجع لعربية الفريق وياخد بعض الملفات منها لكن سكوت كان مستخب في العربية وبيحاول أن يقتل ديفرو وقت الاشتباك ديفرو بيخبط العربية في صخرة وده جعل ديفرو يتخلص من سكوت القائد ألغى المهمة وبيؤمن القوات أنها تنسحب وترجع للمعسكر سكوت بيفتكر اسمه وفجأة أطلق النار على القائد بيري وبيدخل المختبر وهو ماسك ودام بيري وبيحاول شخص إيقافه بس بيضربه بالرصاص على طول وده خل باقي الفريق يخاف ويتبعه أو أمره يبدأ سكوت بحق نفسه عشان يجعل نفسه أقوى ويصنع سلسلة بأذن الأشخاص اللي قتلهم بدأ جسم سكوت يسخن وبيطلب منه الفنيون أن يدخل غرفة التبريد حاول الفنيون أن يدي له جرعة زيادة علشان يفقد الوعي يدخل واحد من الفنيين الغرفة علشان يكتشف هل فقد الوعي أم لا استيقظ سكوت وقتل الفني ديفرو وفرونيكا بيروحوا مطعم عشان يأكلوا وبيحاولوا أن يقرروا الملفات اللي أخدوها من المعسكر فرونيكا بتلاحظ اسم في الملف وبتقوم تعمل مكالمة علشان تسأل شخص عن الاسم ديفرو بيقلت شخص اللي بيأكل في المطعم وبيعمل زيه عجبوا الأكل وبيطلب أكل تاني لما طلب أكل كتير الموظفة بتسأل عن ثمن الأكل ولكن ديفرو مش بيعرف يرد عليها بيجي المالك ويحاول أن يضرب ديفرو لكن ديفرو بيقوم بضربه وبيجوا الموظفين ويقوم بضربهم هما الاتنين وبيرمى واحد منهم من الشباك فرونيكا بتشوف اللي حصل وبتروح تطمن على ديفرو وبتلاقيه قاعد يأكل بيظهر سكوت وهو بيسأل أحد الأشخاص عن فرونيكا وديفرو واحد من الأشخاص بيترع عليه سكوت بيقوم بضربهم كلهم حاول أحد الفنيين أن يفجر السيارة بسكوت لكن قدر ينقذ نفسه وينقذ الجنود سكوت بيأخذ الجنود إلى صوبة مركبة ووضعوهم في التلاجة علشان بيسموهم يبرد لكن ده ما ينفعش والجنود بتموت وبيحاول لون دي تاني وبيأخذ اللحمة نية وبيأكلها بيظهر الأمن في السواء ماركت وبيشتبكوا مع سكوت لكن سكوت بيأتلهم بسهولة تاني يوم بيوصل ديفرو وفرونيكا إلى مستشفى المحاربين الأدامى بعد ما شافت فرونيكا دليل داخل الملفات وابلت الدكتور جريبور اللي صمم البرنامج وهناك ديفرو بيترجع له ذكرياته بالكامل وبيفتكر وهو في العمليات وجعله جندي خارق وبيفتكر كمان طفلته مع والديه بعد كده بيسمعه في التلفزيون بعد كده بيسمعه في التلفزيون خبر مقتل بيري وان فرونيكا هي اللي متورطة في قتله وشافوا في الأخبار فيديو لسكوت وهو بيقتل المدنيين في السواء ماركت واكتشفوا ان هو لسه عايش بيقول لهم الدكتور اللي صمم البرنامج ان سكوت بيعتقد ان هو لسه في حرب فيتنام وان كده بيقاتر المتمردين ديفرو بيدي فرونيكا تذكراه علشان ترجع لبيتها في لوس أنجلوس فرونيكا عملت نفسها ركبت العربية لكن هي نزلت منها قبل ما تتحرك الشرطة بتحاصر المكان ديفرو وفرونيكا وبيتم الخبض عليهم سكوت بيتابع سيارة الشرطة بطريدهم وبيتصدم بالسيارة الشرطة ويطلق عليهم النار قدر ديفرو ينقص فرونيكا لكن الشرطيون والسائق ماتوا ودخل السيارة بدون سائق وفقدت السيطرة حاول ديفرو فتح الباب وقلق سكوت القنبل على السيارة لكن فرونيكا ارمتها بر السيارة وانفجرت بالخارج سكوت بيرمي قنابل تانية لكن فرونيكا بتقدر تنميها بر السيارة تمكن ديفرو ان يعود بدل السائق وبعد اشتباكات طويلة انقلبت العربية اللي فيها ديفرو وفرونيكا حاول سكوت ان يقوم برمي السيارة من أعلى الجبل لكن بيتمكن ديفرو ان يطلع فوق السيارة ويقتل سائق السيارة سقطت العربيتين من أعلى الجبل لكن بيكون ديفرو وفرونيكا غفزوا من السيارة قبل ما تتقلب جاءت الشرطة وحاولت تقبض عليهم لكن تمكنوا من الهرب مرة تانية بعد كده وصلوا لمنزل ديفرو بعد ما اكتشفوا العنوان من الملفات واخيرا بيلتقي ديفرو بوالديه مرة تانية فرونيكا بتتواصل بالمحطة علشان تكشف الحقيقة وهي ماشية بتركب السيارة وبتكتشف ان المفاتيح مفقودة وبتلاقي سقطت واقف قدامها وبيتضح انه لسه عايش النور بيقطع في المكان وديفرو بيسمع صوت سقطت برا المنزل وبيهدده انه لو ما خرقش هيقتل علته بالكامل ديفرو بيلاقي بندقية السيط بتاعة والده وبياخدها وبيخرج لسقطت بعد ما بيلاقيه ماسك فرونيكا وبيهدده بيها بيبدأ القتال بين سقطت وديفرو وبيبان ان سقطت اقوى منه بكتير وبيدر يسد الدربات لديبرو وبيصخر من ديفرو على ضعفه بيحاول ديفرو ان يقاوم بس مش بيقدر بيسبب قوة سقطت القتال بيستمر بينهم وسقطت متفوق على ديفرو سقطت بيصحب ديفرو على الارض علشان يشوف فرونيكا وهو بيقتلها لكن بيكتشف ان المسدس فاضي بتحول فرونيكا الهرب لكن سقطت بيرمي قنبلة عليها بيفكر ديفرو نفس المنظر اللي حصل في فيتنام وبيقوم بدرب سقطت بقوة لكن سقطت لسه اقوى من ديفرو وسدد له لكمة قوية بيتمكن ديفرو من تسديد لكمات لسقطت وبتوع حونة من سقطت وبيقدر ديفرو ان يخدها ويحن بيها نفسه وبسبب الحونة ادت لديبرو القوة انه ينافس سقطت وبيبدأ القتال مرة تانية لكن المرة دي ديفرو تغلب على سقطت وانه قدر يسدد له لكمات متتالية وقدر ديفرو ان يدرب سقطت برجله ضربة قوية خلته يتصاب في شوكة الاش بيقترب ديفرو منه عشان يتأكد من موته لكن سقطت بيحاول مسكه ديفرو بيكسر ايد سقطت وبيشغل ماكينة القش وبيتأكد من ميته ديفرو بيتطمن انه ولديه بخير وبيروح يتطمن على برونيكا وبيكتشف انها لسه عايشة وزي اي فيلم بينتهي الفيلم بحضن بين البطل والبطلة لو انت لسه مكمل معنا لحد الوقت ما تنساش اللايك والاشتراك عشان احبك